ويا صباح الخير كيفكن شو أخباركن حبايب قلبي ورجعت لكم في فيديو جديد صلي زمان قاطعة التصوير عن اليوتيوب وكنت شوي مشغولة وما عندي وقت اني صور ونزل فاليوم قاعدة ما عندي شي بدي جهز ممكن مشايفين فنجانس كافي فقلت لصور لو انه مقطع جديد حتى رجع نشط اليوتيوب عندي طمنوني عنكن جميعا اشتقتلكون كتير واكيد انتو اشتقتولي شو الاخبار هلا مثل مشايفين بعد ما بدي اشرب فنجانس كافي ان شاء الله بدي هيك لملم البيت من قريبه وبيدي جهز فطور وفطورنا اليوم يعني مو انه مد صفر مثل ما بنقول بالشامي بس كله صح مفول خليكن معي لاخر الفيديو تشوفوا كيف حيطلع الفول هلا هون بعد ما خلصت بدي سخن فول انا بجيب الفول احيانا معلبات واحيانا بجيب انا بسلقها لعيدي فاليوم مو موجود عندي هدلاك الفول فالموجود متل مشايفين معلبات هلا هون انا عم سخن الفول وطبعا انا يعني مجهزة كلشي مجهزة التوم وفارمي بندورا وبقتونس وفارمي كمان بصل اغدار هلا هون بدي زبت الخلطة اللي بدي اسكبها فوق الفول هلا بدي فعل توم مرقة الفول على حسب الرغبة طبعا هاي حطيت قريب هاي كبجاية بتجي صغيرة قريب الكبجايتين الصغار وهلا بدي اسكب الفول هون حتى زينو بالبندورا والبقتونس والبصل الاخضر وهلا بدي زبت الخلطة هون بدي ضيف الليمون واكيد بدي حط الملح طبعا حسب الرغبة الملح ومتل ما قلت لكم هون مجهزة فارمي كلشي البندورا والبعدونس والبصل الاخضر وهلا بدي زين وش الفولات وهيك صار جاهز الصحن وهلا بدي ضيف الخلطة اللي شفتوها اني جهزتها طبعا هون حطيت لنا زيت وهلا بدي وزعها فوق الفولات وبرجح كمان هلا بدي في شوية زيت كمان لان حسيت انه نقص زيت وشوية تكمون كمان مشان ما يعمل نفخ الفول واكيد ما مننسى اكتر طعمة طيبة بتطلع بالفول لدبس ببرمان اللي ما بيجربها بدي بسبربمان انا بقول له يجربها لانه كتير بيعطي طعمة طيبة وهيك صار جاهز صحن الفول وانا مجهزة المقبلات وان شاء الله يا رب يعجبكم هاد المنزر واكيد الطعمة كتير طيبة جربوها ان شاء الله ما بتندموه كتير سهلة وسريعة وصحوا هنا وبتشوفوني فيديوهات تانية عن قريب ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة